موسيقى بساءة الخير أهلا بحضراتكم كلام في السياسة هنتكلم النهاردة عن التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية التنظيم الدولي للإخوان كلامنا هيبقى مع أهل الفكر والرأي أهل المعرفة ساحة النقاش الحر اللي حضراتكم متعودتوا عليها النهاردة هيكون فيه تفاصيل كتير صحيح إحنا دلوقتي في سنة عشرين اتين وعشرين لكن اللي التاريخ أثبته إن عداء الجماعة دي لمصر وأهلها قديم الأزل ومش هينتهي من أول تأسسهم من أول ما حسن البنة أسس الجماعة الشيطانية دي قامت على فكرة ضرب الحركة الوطنية وبعد كده انقلابهم على صورة يوليو ثم استغلالهم لتقدير توازنات غير دقيق في السبعينات توازنات داخلية وخارجية دفع التمن منه الرئيس السادات رحمة الله عليه باستشهاده وفي التمانينات والتسعينات استغلوا سياسة اعتقالات كان بيتقال عليها سياسة الباب الدوار طول عمرهم كل خبطة ياخدوها بيبقى أملهم الحصول على صفقة صفقة تمكنهم في أول التسعينات نهاية التمانينات كان فيه صوت هو صوت شهيد الكلمة الدكتور فارق فودة وقتها في كتابه الأشهر وهو كتاب النزير قال نبوءته اللي اتحققت في زماننا ده لما قال الدكتور فارق فودة سيصرخون ضد الغناء وسيغني الشعب سيصرخون ضد الموسيقى وسيطرب الشعب سيصرخون ضد التمثيل وسيحرص على مشاهدته الشعب سيصرخون ضد الفكر والمفكرين وسيقرأ لهم الشعب سيصرخون ويصرخون ويملؤون الدنيا صراخا وسترتفع أصوات مكبرات صوتهم وتنفجر قنابلهم وتتفرقع رصاصتهم وسوف يكونون في النهاية ضحايا كل ما يفعلون وسوف يدفعون السمن غاليا حين يحتقرهم الجميع ويرفضهم الجميع ويطاردهم الجميع يلا نبدأ حلقتنا تنوعت شبكات تنظيم الإخوان في أوروبا وتوسعت مع خروج عناصر الفرع المصري للتنظيم بحثا عن ملاذ آمن لأموال قيادة التنظيم وعناصره ومع إدراك الدول الأوروبية لخطر جماعة الإخوان بدأت عمليات تقييد أنشطة التنظيم في المساجد والجمعيات والروابط المعنية بشؤون الجاليات المسلمة وقد تبدلت رؤية الدول الأوروبية لتنظيم الإخوان خلال العقد الأخير مدفوعة بعدة أسباب منها البعد الأخلاقي بسبب ممارسات رموز التنظيم والبعد القيمي والأهم استخدام العنف فقد تأثرت صورة التنظيم مع انتشار العمليات الإرهابية التي طالت مدنيين في فرنسا والدنمارك والنمسا والسويد التي أظهرت هيمنة التيارات المتطرفة على بعض المساجد في دول القارة وباتت أقرب للربط بين مختلف التنظيمات على رأسها الإخوان وتنظيمات القاعدة وداعش خلافاً للمقاربة الأوروبية المعتادة التي تفصل بين الشق السياسي والمسلح وقد اتخذ الدول أوروبا مؤخراً بعضاً من القوانين الطاردة للجماعة والتي صدر أهمها بين عامي 2020-2021 في النمسا التي صنفت الإخوان تنظيماً إرهابياً وفي فرنسا التي أصدرت قانون مكافحة النزاعات الانفصالية كما عدلت ألمانيا قانون مكافحة التطرف والكراهية بالفضاء الإلكترونية بحظر استخدام الشعارات وفي سويسرا صدر قانون مكافحة الإرهاب والتطرف وبعيداً عن الحكومات قامت أحزاب اليمين الأوروبي في مختلف دول أوروبا بمحاصرة جماعة الإخوان بسبب ممارساتهم الإرهابية وكانت البداية في مارس 2017 حيث عقد قادة اليمين في أوروبا مؤتمراً في ألمانيا لإقامة جبهة موحدة وصف بأنه قمة أوروبية مضادة لمواقف بعض الحكومات الأوروبية من تيار الإسلام السياسي ويمكن القول أن نشاط تنظيم الإخوان بات يشكل تحدياً اجتماعياً في أوروبا عبر تعزيز الانقسامات الاجتماعية وتكريس المساجد لخدمة خطابها المتطرف وهو ما ينعكس بالسلب على مصالح الجاليات المسلمة في أوروبا عبر تقويد اندماجهم في مجتمعاتهم الجديدة وتعميق مشاعر الإسلاموفابيا في القارة العجوز أهلاً بحضراتكم من جديد نرحب بضيوفنا اللي منوارين استوديوهات إكسترا نيوز واستوديو كلام في السياسة الكاتبة الصحفية الأستاذة عضو مجلس النواب فريدة الشباشي أهلاً وسهلاً محضراتكم الكاتبة الصحفية الأستاذ نبيل عمر أهلاً وسهلاً محضراتكم الكاتب الصحفية الأستاذ أحمد الخطيف رئيس تحرير جريدة الوطن أهلاً وسهلاً بحضرتكم الأستاذ أحمد كامل البحيري الباحث المتخصص في شؤون الإرهاب أهلاً وسهلاً بحضرتكم الكاتب الصحفي والباحث الأستاذ إيهاب عمر أهلاً وسهلاً بحضرتك الأستاذ إسلام الكتتني الخبير في حرقات الإسلام السياسي أهلاً وسهلاً بحضرتك وكما اعتدنا في ساحة الهواء الطلق نسعى للمعرفة قبل أي شيء ولكن نسرد محددات النقاش يحصل كافة الضيوف على وقت متساوم في الحديث لا يحق لأي من السادة الضيوف مقاطعة المدحد يحق لكل من السادة الضيوف طلب تعقيب في مدة لا تتجاوز ضخيقة يحق لمقدمة البرنامج التتخل فقط في حال الخروج عن هذه المحددات أو إضافة أبعاد لوجهة النظر المطروحة أو تصويب معلومة أستاذة فريدة أولاً بتشرفنا حضرتك معنا النهاردة في كلام في السياسي أنا اللي بتشرف على مستوى المهني والمستوى الشخصي شكراً أنا أحضر لحضرتك من تقدير عظيم يعني منذ بداية عملي الصحفي الحمد لله فشرف لينا أن وجود حضرتك معنا شرف لي كمان وجودي معكم أستاذة فريدة لماذا يكره الإخوان مصر والمصريين؟ لأن الإخوان ما عندهمش وطن الإخوان بدأوا مع أنجلترا سنة ٢٨ ٢٩ ٢٩ ٢٩ على أساس الشعار اللي كان مرفقه وقتها من الإنجليز ومع حسن البنة والدوله ٥٠٠ جنيه كان وقتها ده كتير قوي عشان يأسس الجماعة المعادية لمصر فرق تسود معرف نفس السنة أو السنة اللي بعدها يا روزيليوسف اتعملت بخمسة جنيه فشوف ٥٠٠ جنيه يعني كم آه لا فضيع فضيع يعني فهم من الأول كان المخطط بتاحهم اللي شفناه بعد كده أكيد كل الأساسة حتكلمه في ده يعني حتى حكاية الربيع العربي كانت إيه؟ كله الهدف هو التأسيم والتشتيت يعني حتى بين المشتمين يعني مش بس بقى فيه مجتم ومسيحي بقى فيه مجتم ومسلم الشيعي وسني اكتشفوا إن الخناء أو مسلم إخوان ولا مش إخوان اه اكتشفوا إن الخناء الخلاف بن علي ومعاوية كان مبارح فبيكملوا فيه النهاردة يعني فيه كل المخطط بتاحهم تدمير الأوطان وده اللي حاصل واللي شفناه ولولا ربنا بعت لنا هدية اسمها عبدالفتاح السيسي كانت مصر حتبقى زي الأختار العربية أنا شخصيا لأني أنا عروبية ونصرية فبعيط لما بشوف العرائل الرائع دا اللي كان جميل وكنت بروح كانت كل الناس مبسوطة فيه النهاردة كله متشرزم ليبيا تفتتت كله تفتت لأنه مش عايزة أنسى الكلمة اللي قالها كيسينجر واللي قال عليه الأستاذ بهاء أحمد بهاء الدين اللي كان عفل لسان جدا قال عليه هذا الصهيوني الحقير لما قال إن أكبر ضمان لبقاء إسرائيل في المنطقة العربية هو تفتيت المنطقة إلى دولات عرقية وطائفية أستاذ نبيل حضرتك على مدار يعني تاريخك الصحفي رصدت مراحل كتير للجماعة الإرهابية ومن بداية تأسيس التنظيم الدولي على إيد مصطفى مشهور في بداية التمانينات الفترة اللي بيمر بيها التنظيم الدولي دلوقتي هو بس أنا عايز أقول عايز أضيف للأستاذ فريدة حاجة ليه تمانية وعشرين أنا عندي وعد بولفور سبعة عشر عندي هأسس دولة على الأساس ديني يبقى لازم أبرر هذا الوجود يعني بعمل مقدمات لتبرير هذا الوجود وعندي صحوة وطنية ضد الاستعمار في مصر وعندي صحوة وطنية وعندي كانت الخلافة ساقطت في تركيا فأنا عايز أعيد الدين يبقى عنصر خلاف عشان أبتدعم المزاق يبقى فيها صراع مزهبي وصراع داخلي بين الأديان ونفسها لأن الدين الناس المتصرف في السياسة هو محط خلاف عندما تحط الدين في السياسة فإحنا زرعنا قم بلا موقوتة في البنية أوتوماتيك عملنا قم بلا موقوتة في البنية صحيح؟ لأن أما نيجي نشوف نرجع حتى للتاريخ الإسلامي أما نقول أن معاوية أن علي بن أبي طالب في جانب وعائشة في جانب كلنا نعرف من هي عائشة رضي الله عنه عندما يدخل الدين في لعبة السياسة أتقى الناس في التاريخ الإسلامي يمكن أن يحاربوا ويقتنهم وحتى بعيدا عن التاريخ في الواقع هم أفسدوا نظرة العالم للدين الإسلامي فكرة الدين هنا لكن أنا بقدر أستغلت لي لأن كانت تجربة الإخواني المسلمين كان جربها الإنجليز في الهند قبلها وصنعوا كذا طائفة دينية عرقية عرقية داخل الهند عشان يبتدي فتاتوا فكرة أما بدأت فكرة الهند القومية الواحدة قومية الواحدة قومية الواحدة ونزارعوا فكرة انفصال باكستان عن عن الهند دي موجودة هنا بقى التنظيم الدولي بما إن بسألة بديهية أنا عندي أنا مؤسس من الخارج في الأصل أنا عندي أنا عندي تو هومز عندي لندن وعندي ألمان للأسف الشديد فأنا موجود البريطانيين أسسوا بشكل مباشر وما كان مخابرات وده شيء طبيعي جدا إن لو حاصل تراجعات عبر تاريخهم طب يفضلوا موجودين إزاي بقت الهجرة العربية مش متاحة زي الأول يبقى لهم تنظيم في كل أنحاء العالم وده التناقض ده أنا تشوفش يزوفرينيا فتاعة أوروبا 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 تعاني من فكرة الإسلاميين التشدد الإسلامي والزي ومش عارف إيه بتاعه ويحتضنوا سياسيا بس بدأ فيه من سنة 2018 تحديدا وحتى الآن بقى فيه مراجعات أوروبية قوية بالذات مع صعود اليمين ورغم ذلك تظل الحكومة الحكومات الأساسية يعني أعلى استثمارات للإخوان موجودين في موجودة فين؟ في إنجلترا وموجودة في ألمانيا هامبورج فيه كمية استثمارات للإخوانين المسلمين في ألمانيا في هامبورج وفي ميونخ وفي إنجلترا دي هي الأعلى مستوى ده يعتبر فعلا بالله مبالغة يعني إحنا عندنا جزء من التنظيم في تركيا يعني حالك بتتكلمني ليهم بنية ما في أوروبا طبعا موجود بنية ما في أوروبا وهي اللي حصل إيه إحنا ارتكبنا أخطاء كتيرة في التعامل مع الإخوان عند التأسيس ثم بعد اغتيال النقراشي وقراء القرار بتفكيك الجماعة وحلها يمكن الأخطاء دي يا أستاذ نبيل علشان سمحنا إن إحنا نلدغ من نفس الجحر كل مرة لا إحنا نلدغنا عشرين مرة وكل يعني مع كامل الاحترام لكل العهود السابقة كل عهد يوليه سياسته وليه ظروفه بس فكرة إنه هم بياخدوا الخبطة ويفضلوا كاملين بحثا عن صفقة لا دي فلسفة قيمة أي معلوم هو حتى يعني في 48 ما حصل حل الجماعة طب ما هو العودة الملك عافى عنهم فكرة سابقة طب ما يجي أقدر استخدمهم ضد الطيار الوطني في ذلك الوقت طب إنت إحنا لو كان بيننا حل الجماعة للآخر إلى نهايته هنخسر ورقة ممكن نلع فيها وقت ما إحنا عايزين طب ما نسيبهم يرجعوا مرة تانية وطبعا وقعنا في الخطأ التاني ده لما أفرجنا عنهم بعد 59 فانتهينا في 65 بالمأساة اللي كانت حتم في مصر وبعدين طبعا خرجوا إلى النهاية لحد ما رجحوا مثال لكن هو التوحش الحقيقي تم في 30 سنة الأخيرة لقبل 2000 يعني هي من 75 وانت طالع لحد 2011 ده هنا تسربوا إلى كل المفاصل للمجتمع بقوا في جميع أنشطة الاقتصادية في المجتمع والاجتماعية هما كان عندهم جناحين جناح الصروة وجناح الصورة وده ساعدهم كمان مع تنظيم الدولي بدأت فكرة أن يبقى لهم كمان مداخل لأنهم بياخدوا 7% من كل العاملين في هذا التنظيم طب هذه الفلوس فيه نازم تستصل طبعا ويبقى مهم أو يبقى لهم هنتكلم بقى مع طبعا مع الديوفنا هنتكلم مع الديوفنا بقى الكرام بقى في تفاصيل كتيرة هنتكلم على ده يعني ده سؤالي لأستاذ أحمد الخطيب أولا يا أستاذ أحمد ألف مبروك على التجربة العظيمة اللي بتقودها في جريدة الوطن مع كل الزملاء وإحنا لما بنحيي بنحيي أشكرا كحمد كل الزملاء في جريدة الوطن رجعت ويعني للصحافة الورقية ليومية رونق يعني كنا كلنا كصحفيين ننتظروا يعني أشكرا كحمد أستاذ أحمد الفساد المالي للتنظيم الدولي رحته فحد طيب أنا تحياتي للأستاذ نبيل والأستاذة فريدة أستاذتنا الكلام في حضرة الكبار له جلال يعني فأنا يعني بحييكم وبحيي السادة الزملاء أنا بس أنا عايز أقف أحييتني شح أحييتني شح بامتياز طيب نبسط للسادة المشاهدين الوظيفة يعني قابل الإيجار يعني هو تنظيم من حين لآخر يقوم بعملية إحدى الدول حتى الأنظمة المصيرية للأسف تقوم بتوظيفه هو هو زي الموفيا بالزبط كده مع الفارق مع الفارق إن هو بيرفع شعار دين آه يعني بيستخدم أفكار دينية وأفكار سياسية وما شابه لكن هو الدول الأوروبية والبعض الدول الكبيرة والدول الإقليمية تقوم بتوظيفه من حين إلى آخر كل حسب مصلحتي وحسب خلافه وحسب معطياته وأهدافه في ذات الوقت يعني منذ النشأ وهو يقوم على هذه المعطايا المهمة جدا الدولة المصرية مؤسسات الدولة المصرية قامت بتوظيفه حتى العهود حتى الأنظمة تقوم بتوظيفه من حين إلى آخر وجه الإخوان معروف توجهاته معروفة هو تنظيم تخريبي بامتياز هو يعني تنظيم الإخوان لا توجد له محاولة بناء واحدة هو هو دائما يتحدث عن أنه تنظيم استطيع أن يبني وستطيع أن يسيطر حتى الدول التي استولى عليها في دولة دولة إقليمية كبيرة استولى عليها هذا التنظيم إلا أنه دخل بها في مشاكل كبيرة جدا مع كل محيطه مع العالم كله 36 لو كانت تأخرت أسبوعين بالزبط أسبوعين يتم استخدامه يمكن فكرة العمالة التي تأسس عليها هو قائم على هذه الفكرة بالأساس أنه هو يقبل فكرة أنه يستخدم طول الوقت يعمل لمن يدفع آه لمن يدفع لأنه هو بلا استخدام بدون استخدام الفكرة تزوب وتنتهي لكن هو طول الوقت يتم استخدامه وتوظيفه أنا همر عليك برور سريع بخصوص توظيفه تنظيمه توظيفه واستخدامه في مصر للأسف الأنظمة المصرية الملك فاروق استخدمه ثورة يوليو استخدمه الرئيس السادات استخدمه تخايف تقول أنه في عهد الرئيس عبد النصر تم استخدامه والرئيس عبد النصر استخدمه بالمناسبة الرئيس عبد النصر قوله هي مش هتعقب هي مش هتعقب دلوقتي معلش أعقبي في دورك والسرسة فاروق يعني أنا في تقدير الواقع هو الذي يتحدث يعني ليس أنا الواقع الذي يتحدث هو رئيس عبد النصر كان الكلام بداية صورة يوليو. الكلام متناسر يعني. كان اسمها الحركة المباركة. واول من كتب في الصحافة انها صورة وليست حركة مباركة. كان سيد قطبي فروزال يوسف. شوفوا المفارقة يعني. يعني الرئيس يعني يعني مش هذا. ده مش هيكون حديثي. لكن انا انا واقف عند فكرة. انه توظيفه بيتم طول الوقت. كل الانظمة استخدمته. كل الانظمة استخدمته. وللأسف يعود. ما هو ده الخطأ اللي احنا لازم نتعلم منه فكرة الصفقة. هم دايما يسعى على صفقة. هو يسعى للصفقة. ده مفهوم ومعتبر بالنسبة. لكن انت المؤسسة الدولة المصرية. الانظمة هي اللي تستخدمه وتوظفه. كل الحسن. وتفع. وتمن كلنا دفعنا. اه. تمن ضخمة. اه. ده بالنسبة للداخل المصري. الخارج. الدول الخارج بتستخدمه من حيل الاخر. كل من 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 وقت الاخر تستخدمه دولة. بس هو ما في حالة شرزمة الان. وحالة ملاحقة. لما يحصل في المانيا وفي النمسا وفي فرنسا. ماذا بيحصل كل مرة. بيتم استجماع القوة والتوظيف مرة اخرى. وتغيير الوجوه. وتغيير السياسات. وتكتيك وما شابه. ويعود التنظيم مرة اخرى. هو تنظيم يعني. هو تنظيم. ما العودة. اه لا تنظيم هو عنده خبرة. من نوع المقاطع والسزابين. هو عنده خبرة. عنده خبرة. هو مر بهذه الاحداث. كثيرا جدا. السادة الجملاء. يعني يا صفيدو في المسألة. مر بها كل مرة يمر بها. وكل مرة يعود قوي. لانه هناك من يستخدمه ويوظفه. ده اخطر ما يكون في مسألة. كيف نقطع الطريق لعودته? الوعي العام. الوعي العام. الوعي العام. الوعي العام. الوعي العام. لازم من الوعي العام. طيب. استاذ احمد. اه. هدو استاذ احمد ما جاوبنيش على الفساد المالي للتنظيم الدولي. بس انا شل السؤال للجولة التانية من النقاش. حابة بس احضرتك على حاجة. هو البعض كان قاعدين يتكلموا على فكرة اه مزاهرات حداشر حداشر. لا احنا قلنا نزيله. لا ما قلناش نزيله. والكلام ده كله. بس هو في ما هو اخطر. فكرة نشر الفوضى. وبعد الصحف العربية. في الاسبوع اللي فات. اشارت في تقريره تحديدا كان جريدة الشرق الاوسط اللندنين. اشارت لتقرير ان هو تم اجهاد مخطط للفوضى. هل عندك اي معلومات او تفاصيل? بس خلينا نقول ان حداشر حداشر اتنين وعشرين هي احداشر حداشر افل ستاشر. الناس بس لو رجعت بالتاريخ اه قليلا هنجد ان هناك نفس الدعوة تمت من قبل جماعة الاخوان المسلمين في احداشر حداشر افل ستاشر. ولين اه احداشر شهر حداشر بالذات بعيدة عن الارتباط مع يسمى المناخ الان مؤتمر المناخ او غيره كحالة توظيف. الاخوان بتسعى الان. خلينا نقول التلات افرع والاخوان او الفراعين الرئيسي. طب نشرح للناس. احكاية التلات افرع والفراعين نشرح للناس. انا الحديث الان هو قايم على تحليل بنية الاخوان المسلمين ما قبل يناير الفين وخمسط عشر. اني انا من وجهة نظر الان ان نحن امام نسخة جديدة. لا يوجد تنظيم اسم جماعة الاخوان المسلمين الان. واناك تلات تنظيمات لجماعة الاخوان المسلمين. اه ما ما يحدث الآن في جماعة الإخوان المسلمين لم تشهدوا في تاريخ وعشان كده فكرة مفهوم العودة حتى بفكرة التوظيف أعتقد أنها محتاجة مزيد من القراءة والتطقيق أن الإخوان لم تمر بما تمر به الآن في مجمل تاريخ 25 حتى الزلحة بما فيها ما حدث من ضربات ما بعد 65 مع رئيس عبد الناصر أو حتى الأحداث اللي تمت من قر وفر في عهد الرئيس المبارك نحن نتحدث الآن عن تنظيم مفتت لديه الصراعات لم يحدث أن شهد جماعة الإخوان المسلمين تفتت هذا التنظيم في تاريخها حتى في حالة الصراع مع الدولة الآن نحن نتحدث عن صراع أو فساد حضرتك قلت ثلاث أفرع الفرع الأولاني هو ما يسمى مجموعة إسطنبول محمود حسين والفرع الثاني هي مجموعة لندن سواء كان حلم الجزار أو محمد عبد الموت الجزار أو الزايد أو محمد البحيري أو غيره المجموعة الآن يتم تشكلها أو ما تم الاستقراء عليها الآن أن محمد البحيري هو الأصبح القائم بأعمال المرشد بعد إبراهيم مونير من يمسك التمويل بعد إبراهيم مونير؟ التمويل ماسكه حد اسمه إبراهيم مجاهد وإبراهيم مجاهد هو أصلا ماسك التمويل فيما يسمى تنظيم جماعة الإخوان المسلمين ومجموعة الكماليون اللي هي المجموعة الشباب محمد كمال الذي قام بتشكيل ما يسمى بأفرع التنظيم المسلح التي أخذها أسماء متعددة والتي قامت بالعديد من العمات الإرهابية في الداخل المصري كان آخر عملية مرتبط بها هذا التنظيم المعروف بمعهد الأورام في 19 أغسطس 2019 فأصبح الآن نحن عندنا ثلاث مستويات كل مستوى عنده وثيقة سياسية وعنده رؤية للداخل المصري وعنده رؤية للوقع الإقليمي والدولي وعنده مصادر الإنفاق الخاصة به وعنده بعض الدول التي يعتمد عليها وعنده وسائل ألم تقصد أنهما في الطريق للصراع داخلي على الهيمنة همش في الطريقة هو موجود بالفعل الصراع الصراع قائم والصراع وصل لأول مرة في تاريخ التنظيم أن لم نسمع والأساس يتفضلوا يفتلحوا لي لو عندي سقطة في هذه المعلومة لم نسمع في تاريخ جماعة الإخوان المسلمين أن يطلع مسؤولين كبار في الجماعة يتهموا بعض بالفساد المال وهم داخل التنظيم مش ينشقوا عن التنظيم يعني يسبع عن خروج بعض العناصر من التنظيم وحدثت كثيرا يتكلموا عن فساد داخل الجماعة الإخوان المسلمين وغيره هناك بعض الأسماء للصصارات الخرباوية عندما كان جزء قرج وتحدث عن بينات الإخوان المسلمين لكن لا يمكن أن نتحدث الآن عن مسؤول داخل جماعة الإخوان المسلمين اسمه محمود حسين الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين ومسؤول لجنة الإدارية العليا في إسطنبول يتحدث عن فساد لمجموعة لندن ويطلع علي إبراهيم مونير قبل ما يتوفى يتحدث عن فساد مالي واستصمرات في العقلات وغيره لن تحدث أن يصل هذا العب لم يحدث أن يتم الحديث حواليا التوظيف التوظيف لشباب الإخوان التوظيف لشباب الإخوان اللصوص لما بيختلفوا التوظيف لشباب الإخوان لم يحدث من قبل الحديث حواليا أن في بعض الأطراف بتسلم الشباب يعني في كلام حواليا أن الطرف الفلاني بلغ عن فلان للأمن المصري وأن فلان الفلاني هو اللي سلم فلان الفلاني يعني الحديث عن محمود عزت بعض الأطراف تحدثت عن تسليمه من جبهة معينة واتهمت إبريهم مونير بتسليم محمود عزت بشكل كده وهناك طيار آخر أصبح الآن هو أقرب من وجهة نظري للنظرية الدعشية لها مجموعة ما يطلق عليه كماليون أو مجموعة حاسم فنحن نتحدث لو أنا بتكلم عن تحليل بني جماعة الإخوة المسلمين بما فيها الداخل المرتبطين بالتنظيم في الداخل أو بنيت التنظيم الدولي في الخارج التنظيم الدولي نحن نتحدث عن حل التحلل حاجتين زي ما كنا ما نتكلم عن العالم مقبل 11 سبتمبر ومبعد 11 سبتمبر نحن نتحدث ما قبل يناير 2015 ومبعد يناير 2015 ومقصود بيناير 2015 وليس 30 ستة 2013 إن يناير 2015 هي ظهور أول وثيقة اللي هي وثيقة محمد كمال التي انشقت عن بنيت التنظيم بتشكيلات كبرى لأول مرة في تاريخ بنيت جماعة الإخوة المسلمين فما قبل يناير فيما بعد يناير وطبعا ما قبل القبض على محمود عزة في أغسطس 21 فما بعده فنحن الآن الحديث عن جماعة إخوان واحدة محتاجة تصليحة يعني نحن نتحدث عن يعني تقصد إنه هم أي جماعة لا بقوا أطراف حاضرة نيابة عن أطراف غائبة لا عن مسمى قديم هم حاضرين بالاسم القديم بس بالنيابة عن غيرهم صحيح 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 مضبط طيب السيد زيهاب وننور كلام في السياسة سياسة معروف إن قبل ثورة 30 يونيو كان فيه وقفة المثقفين وكان فيه وقفة كتاب الرأي كجزء من الأمة المصرية بشكل عام في مواجهة الإخوان إلى إن جاء الإنقاذ من البطل عبد الفتاح السيسي النهاردة لما تيجي تقيم دور المثقفين في الثامن سنين اللي فاتوا هل المثقف المصري خزل الأمة المصرية في مواجهة الإخوان؟ أنا هبدأ لك بتفصيلة معينة هتوصلنا لفكرة المثقف المصري عمل إيه في الفترة الأخيرة من أجل تفكيك خطاب المؤامرة وتكفيف منابع محاولات الفوضى على مصر لازم نعرف إن بداية التنظيم تنظيم الإخوان لم يكن 1928 ولكن خلينا نرجع للتاريخ لقبل كده رجل زي المؤرخ الأمريكي روبرت درايفويس في كتابه رهينة الخميني بيتكلم إن فكرة تصنيع إسلام سياسي أو إسلام موالي للغرب من أجل أن يكون طابور خامس داخل المجتمعات المستهدفة في المشرق وعرأسها مصر بدأ في القرن 11 عشية الحروب الصليبية اجتمع زعماء أوروبا وقالوا إن القوة الضاربة دينياً في هذا المجتمع المستهدف هو الدين الإسلامي وبالتالي يجب أن يختاركوه وأن يصنعوا منه ومن داخله بديلاً يكون هو رأس حرب التفكيك هذا الدين رأس حرب التفكيك المجتمعات رأس حرب التفكيك الجيوش إلى أن يدمر نفسه بنفسه صحيح وبالتالي كما قالت أستاذ أحمد مهم جداً نفهم الدور الوظيفة جماعة وظيفية يعني مرتزقة يعني يدي له فلوس ويدي له سلاحه وهو هيشتغل بكل بساطة لكن هم ليس عندهم أيدولوجيا هم يدعون هم عندهم أيدولوجيا هذا غير صحيح بيدعون هم عندهم حتى انتماء ديني هذا غير صحيح لا بس فيهم متطرفين متطرف عقائدي لا حضرتك بسبب فهم مغنوط الدين هذا الفلوس اللي خليه يصيغ هذا الخطاب العقائدي يعني على سبيل المثال سيد قطب مثلاً خلينا طالما أنا ذكرت يعني شهيد الكلمة الدكتور فرق فودا قاتل الدكتور فرق فودا اللي أفرج عنه محمد مرسي لما خرج وساعتها قعدوا يكتبوا في الجرائد هنا في 2012 ده في إطار مراجعات ثم الراجل وجدت جثته مع داعش في سوريا واللي أنا غلطان صح أحوله وهو دا واحد دخل تجربة السجن وخرج بنفس العقيدة وكان بنفس العقيدة فيه هنا حاجة فكرية فيه فكر لازم يواجه في كل مرة كان تحت سيطرة مش مسألة نوع مرتزق فقط تمام لا فيه فكر لازم يواجه يعني ده اللي أنا بتكلم مع حضرتك وهو ده اللي هنبدأ نتكلم فيه فكرة أنه لتفكيك خطاب البؤامر لازم نفهم في الأول أن دي جماعة وظيفية القادة الرئيسيين بعد كاب نتكلم على المضحوق عليهم عقائدياً ولكن في الأساس كاب داية هي جماعة وظيفية قولاً واحداً لأنها في كثير من الأحيان بتعرض نفسها لأجل المال والأجل السلاح فالموضوع بدأ من القرن الحداشر وكان دايماً التوصية اللي خرجت بيها القادة الأوروبيين فهذا التوقيت دايماً ازرعوا الفتن في هذا الدين أي فرق بتطلع شازة عن الباقي لازم تأيدوها لازم تتوفروا لها تفتكر هما خدعونا صحفياً وثقافياً بتمرير مصطلح اليمين المتطرف إن احنا نلصق قلمة التطرف باليمين في أوروبا عشان اليمين هو اللي بيلحقهم صحيح لأن أصلاً أنا أعرف أقول ييمين أقول يسار ييمين أقول يمين الكثير جداً من المفكرين في الغرب بينظروا إلى الإسلام السياسي وإلى الدين السياسي عموماً برضو اعتبروا أنه هو جماعة وظيفية لهو يمين ولا هو يسار وفكرة اليمين المتطرف هو يمين وطني ويمين قومي وليس المتطرف فبنتكلم في أن الفكرة كانت جاي من قرن الحداشر بدحك علينا في مصطلح في النص بس من تلتميت سنة بعد ما الأستاذ إيابي إذا تسمح لي يا أستاذ أحمد بعد ما أستاذ إيابي خلاص ههدي حضرك تعقيم فألي من دي قبل أن نروح للأستاذ إيابي في القرن الحداشر بعد كده للأسف يعني إيه إحنا الحمد لله عرفنا نهزم هذه المؤمرة ولكن للأسف دايماً هما بيعرفوا برجعتين مش الإسلاميين أنا بتكلم على استعمار إن هو اللعبة كلها واستعمار فكري جناح جناح إسلامي للاستعمار هذا هو الإسلامي هذا هو الإسلام السياسي هذا هو جماعة الإخوان تخطابك بتتكلم في هوية وطنية ودولة وطنية وإعادة سوابة مش ليك بس من الإقليم كله بريطانيا لما بدأت الاستعمار من جديد في القرن من حوالي 300 سنة بدأت فكرة في صناعة الإسلام السياسي بدأ أولاً في الهند ثم الجزيرة العربية ثم مصر كتاب مارك كويتس الخاص اللي هو الكتاب تواطئ بريطانيا مع الإسلام الأصولي بيتكلم في إن حسن البنة مش فكرة شخص طموح وخات 500 جنيه ولا كانت سويس قمت بتمويله لا بريطانيا هي من اخترته ولا يطلق عليه في هذه الوصائق أو في كتابه على الأقل إلا بالعميل البريطاني حسن البنة هي التي وضعت له برنامج الأفكار هي التي اخترت له هذا التوقيت جماعة التنظيم الإخوان كانت فتت لأ 1909 لكن تم تأخيرها لأنه كانوا فاكين في الأول لم لهاش مصلحة نطلع في التوقيت ده لكن لما قامت صورة وطنية وقومية زي صورة 19 قاموا بادعوا يحضروا هذا التنظيم فبالتالي من البداية وهم عينهم على تفكيك الدولة الوطنية الروح القومية كسر الوعي كسر الروح وفكرة أن هذا التنظيم من بدايته وهو بادئ تنظيم استخباراتي خالص ما فيش مثلا كان حد عنده طموح وتسرق منه هذا الطموح كان فيه محاولة ساعات فيه بعض المفاكين يقولك تنظيم انحرف عن لا هم انحرف منذ اليوم الأول نروح قبل بروح لأستاذ إسلام أستاذ حضرتك الأستاذ أحمد كانت لا هو بس خاص بمصطلح اليمين متطرف هو فيه يمين متطرف وفيه يسر متطرف يعني هو الموضوع مش يمين متطرف بس لا وفيه يسر متطرف الريديكاليين اليساريين وهناك مدارس متعددة يسارية في العالم شهدتها هي متطرفة متطرفة معنى ايه؟ التطرف العنيف هو مصطلح احنا بنطلق عليه هنا إرهاب أنا بس بحيبش أتكلم عن كيفية إرهاب إن إرهاب ذكر في الكرآن كمصطلح إيجابي إن رب الله سبحانه تعالى بقول إيه؟ وترهبون عدو الله خلاص؟ أنا هو شايفني إن أنا عدو الله عشكرا ما بقوله أنت إرهابي بفرحان أنا بقوله إرهابي طبعا صحيح 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 فالتطرف العنيف هو مصطلح بيطلق على ايدرجات متعددة مش بس على الإسلاميين ففيه في المسيحية متطرف عنيف بس هم بيرتاحوا أكتر مع الحكومات الياسرية بالرصد واليمني يعني أنا أقول لك على حاجة يعني أنا أسأل هل بالرغم من ترامب وبحسب على اليمين هل ترامب بيستخدم سياسات عنيفة تجاه الأخوة المسلمين أنا بشوق أنا حد يقول لي حاجة معين هل بعد لأ صديقنا خرجنا عن إطار التعقيب ودخلنا في مدخلة وبنخل من الوقت الأساس الإسلام لأ خلاص حراك نقطة نظام نقطة نظام بعد إذنكم نقطة نظام بعد إذنكم أستاذ إسلام بتسمح لي بس في الأول لما أعلننا عن الحلقة وعن تشريف حضرتك معنا هنا في الحلقة أحد السيدة المشاهدين قال لي أنت مستضيف إسلام الكتتني إسلام الكتتني إخوان فقلت له طيب حضرتك دخلت ردت دخلت ردت عليه قلت له اتفرج وبعد كده حضرتك أنا عايز أتكلم على موضوع غسيل المخ يعني أنا بتصدم لما ألاقي شاب بيدرس في جامعة أجنبية وفي النظام تعليم أجنبي مش عايز أقول أسامي الجماعات يعني في النظام تعليم أجنبي وفي الآخر يبقى منتمي لتنظيم إرهابي نعم الشيزوفرينيا دي بتيجي إزاي وغسيل المخ لشاب إزاي ده بيجي إزاي أولا تحياتي لحضرتك أعني أسهل محمد وإزايزة الكرام وزملائي الأعزاء والمشاهدين الكرام يعني وشكرا للضيف العزيز هو للأسف برضو اللقب بيطاردني يعني يطاردني يعني أخاصة أني ذكرت يعني البعض يعني زي السمك يعني يعني ما أحبش أتكلم بس عن بس بمناسبة يعني الأخ يعني سأل حضرتك لا أنا الحمد لله يعني كان ليه موقف وموقف بعتز به وكان يعني كان فيه فيديو شهير فيه بعد الإعلان لله دستوري المرسي هذا الفيديو هز عرش الإخوان أيام في ظل عز ومجد وسلطة وهيمنة الإخوان على الدولة المصرية وكان يعني ربنا وفقني ليه أني قلت كلمة الحق قلت لأ وهذا الفيديو شهير يعني يمكن يكفيني ذلك يعني مش هتكلم ما بعد ذلك لست في ساحة التهامل أنا بس كنت بني إلا حضرتك تعقيم عشان بس عشان اللقب يعني برضا نفعل الأمر الثاني نسيل المخ بقى بيجي ازاي طبعا لابد إن إحنا بس عشان يعني نفكك الموضوع الإخوان حاجتين تنظيم وفكرة التنظيم معروف بنيوتو فيه تلات أنواع فيه اللي هو البنية الأساسية للتنظيم الهرمي ده المعلن والمتعرف وجسم الجماعة الكبير ثم التنظيم الخاص أو التنظيم السري أي مكان الأساسية مناسبة إذا بتسمح لي حضرتك إحنا النهاردة بعد نشرة الحصاد على إكسترا نيوز هنزيع فيلم وصائقي عن السندي أمير الدم نعم كان إنتاج واحدة الوصائقات بالشركة المتحدة من ضمن الطرف على السندي هو اسمه عبد الرحمن السندي فجي حسن البن قال له أنت سندي فأشتهر بإيه أنت سندي يا سندي عبد الرحمن السندي ده تقل دمهم يعني من زمان فمن ضمن الطرف يعني فالحاجة التالتة الخلايا الحاجة التالتة الخلايا النوعية اللي هي أسسها زي ما تفضل الأستاذي الكريم اللي هي أسسها محمد كمال وده كان من أخطر العناصر والقيادات التي قادت جماعة الإخوان ما بعد 30 يونيو ويعتبر كان المرشد الحقيقي للجماعة إبان 13-15-15-16 لأنه هو الأسس فكرة الخلايا النوعية اللي كان عبارة عن لجنة إدارية عورية هو كان بيقودها هي اللي كانت بتقود الجماعة في ذلك الوقت ثم حصل صدام بينه وبين الأمن المصري وطبعا معروف انتهى بمقتله ثم تولى محمد عبد الرحمن المرسي هذه اللجنة ثم قبض على محمد عبد الرحمن المرسي وحاليا تفرغ عن هذه الخلايا اللي هو إيه طيار الكمالي اللي هو أبناء محمد كمال اللي بيدينه بالولاء لمين لمحمد كمال اللي هو الطاري الثالث في الجماعة حاليا هي زي ما قال أستاذ الكريم الجماعة هلين ثلاث أفرع أو ثلاث تيارات البيئة اللي بتخلق واحد مغيب جال حظم ينضوي تحت هذه الجماعة أهم شيء الناحية الدينية ده اغدغت العاطفة المدخل ناحية الدينية ولا الفقر لا الدين في الأساس مع عوامل أخرى الدين في الأساس مع عوامل أخرى لأنه بيدخلك بمدخل إيه بقى الجنة وربنا والنار والقصص دي ويدخدغ عاطفتك تاني لو أنت مثلا ظروفك مش تمام فيبدأ يعمل لك مساعدات وهكذا يعني فدي مهمة جدا زائد كمان اللي بيدخدغ بها العاطفة كمان في مستوى أعلى لما يكلمك على قضايا المسلمين يقول لك القدس وفلسطين والأقصى والحاجة فدي طبعا والمذابح اللي بتحدث للمسلمين مش عارف في البلق في البصنة والهرسك فيه 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 فكلها دي بيدغدغ يعني هو جزء كبير من الموضوع قائم على فكرة دغدغة العاطفة بيدخل للتأثير النفس الناحية القلبية ويأكد عليها الناحية الفكرية بقى عشان إحنا نتخلص من كل هذه الأشياء وهذه المقاسي نعمل إيه؟ نعمل جماعة ما ينفعش تشغل وحدك عشان ننصر للإسلام لابد إن إحنا نعمل جماعة طب إيه أفضل جماعة طبعا هتكون جماعة إيه؟ الإخوان وبالتالي يبدأ يخش سواء كان مثقف مش مثقف متعلم لذلك إحنا ما إحنا كنا كنا بنستغرب من نلاقي مثلا الأطباء والمهندسين فاكر في بداية التسعينيات كانوا يعني منتشرين جدا في النقابات وكنا نستغرب الله الأطباء دوله ما عندهمش يعني هذه هم لا كل التنظيم الإرهابي كل مكتب الإرشاد اللي هاربي ما كلهم ده كتر بالضبط فده اللي بيصير لا الإجابة بتاعته زي ما إحنا قلنا سابقا ده غدغت العاطف ثم يخش بسسناء اللي قال لك أنا من ناس كان تجميع مادة علمية نعم لم يحصل على دكتوراه بالضبط فإنت إيه فدي ده المدخل اللي بيدخل وإنت عارف إحنا يعني إحنا اللي اخترعنا الدين كمصر وإحنا اللي اخترعنا التاريخ يعني التاريخ وجد حينما وجد طريقة التعبد حين تقصد آه يعني أصد طريقة التعبد هو بيدخل من مدخل إيه الدين آه بيدخل من مدخل الدين ويبدأ إيه بعد كده يشوف ظروفك ويساعدك وهم شطر أو فكرة إيه يعملوا ناحية التكافل وبعدين بيدخلك في محضن اللي هي عارف ترجمة الفكرة العزلة الشعورية المين لسيد قد زي ما الإخوان بيحبوا يعيشوا في جيتو فكذلك الفرد اللي بيحاولوا يستقطبوه بيدخلوه في الجيتو بتاعهم مين اللي علمهم الكلام ده فأنت في محضن مين اللي علمهم ده نعم مين اللي علمهم لازا أنا حقول لك حاجات غريبة جدا يعني من ضمن مثلا البنية التنظيمية اللي هي كانت يعني اعتبر بنية يعني في غاية الزكاة كان لما فتش في مكتبة حسن البنة فوجد في بيته كتاب اسمه الفتوة الكتاب ده اللي فيه كل بنية التنظيمية اللي هو عملها كان ايه لهذا الكتاب واخد الفكرة دي من أمام الحشاشين لو يعني لو المشاهد معنا الحشاشين دي جماعة كانت وجدت في منتصف القرون الوسطى في التاريخ الإسلامي سمعنا أنباء أن فيه انتاج الشركة المتحدة مسلسلة للحشاشين نعم فهو خد بطولة كريم عبدالعزيز على ما أعطقت فيه أنباء سمعنا يعني أنه يبقى فيه انتاج مسلسلة للحشاشين فهو خد الفكرة وعمل بها ايه هذه البنية التنظيمية عشان ايه يحكم السيطرة على هذا ايه التنظيم فما فيش حد فيه جماعة الإخوان يستطيع أنه هو ايه يعني يعني بقولك فيه محضن فيه فيه جيته فيه بيكلبشه عليك يعني احنا ببنقول عليهم خوارج العصر آه ده حقيقي ده ده توصيف دقيق يعني ده توصيف دقيق والرسول على السلام يعني فيه يعني أنا حتى ممكن ذكرتها في حلقات لما الحديث الشهير رسول على السلام بيقول عن ناس اللي هي حتيجي يعني وصفهم بأنه هم يعني ايه اكثر منا يعني ايه تحقلون صلتكم إلى صلاته وإلى صلاتكم وصيامكم إلى الصيام يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية وهم شراره خلق الله يعني مصطلح أهل الشر المصطلح ده ليه أساس تنبأ به الرسول على السلام يعني ما فيش دين يؤمر بالقتل آه طبعا ما فيش دين يحكر الرسول على السلام يحكر من المرأة ما فيش دين يستبيح بصفت البشرية طالما أنت مش على نفس يعني مش لو أنت على نفس الدين ده لو أنت مش من نفس الجماعة الإيمان قيد الفتك الرسول على السلام يعني فيه قيد القيد ده ما فيش حد مؤمن ويفتك الإيمان قيد الفتك فهم عندهم فكرة الاغتيالات دي اللي برضو أخذينها من الحشاشين وفكرة التنظيم الخاص حيش يعني في معرض حديثنا يعني ففكرة أنهم خارج العص لا هم خارج العص بنص الحديث وبالأفعال اللي احنا شفناها يعني أنت لما تشوف مصطلح الإسلام هو الحل ونحمل الخير لمصر طبق ده على اللي شفناه مش هقولك من قبل ثلاث بعد ثلاثين يونيو أنت يعني الناس خارجت بيقولك يا عم أنا مش عاوزك تستمر معايا تاني احنا شفنا من قبل ثلاثين يونيو على منصة ربعة لما مثلا طريق الزمور يقول ايه يتوعدونا بثلاثين ستة ونحن نتوعدهم بأنهم بالنص سيصحقون لا غير التوعد السلاخانة اللي تعملت في التحدية وقت الإعلام الدستوري أنا بستحضر ذهن المشاهد أنا كمتلقي لما أسمع على المنصة بتاعتك بتقول سيصحقون أنا راجل يا أخي بيعترض عليك سلميا وبقوله الله أنا مش عاوزك تكمل وعمل الإنتخابات رئاسية ليه وكلام البلتاج أه ده حاجات كتير أنا بضرب مثل ده يعني ده مثل قبل ثلاثين ستة يعني قبل ما تحصل ثلاثين ستة المنصة هما بدأوا الاعتصام قبل ثلاثين يعني بعشر تيئة لو كلام البلتاج لما الإرهاب في السنة في السنة سيتوقفوا كلام طبعا صفوة حجازة أقوال كثيرة لكن شوف من قبل كده يقولك سيصحقون يعني شوف طريقة التفكير يبقى ده طريقة تفكير إنسان مسلم متدين بيحمل الخير ولواحد مجرد ما بتختلف معه طريقة تفكير حسحقك مش إن أنا هختلف معك خلاص يا عم إحنا مختلفين أنت في طريق وأنا في طريق يا سيدة وإحنا بنحب بعض واخدك بالحضن إحنا مختلفين مع بعض في القراءة لا سيصحقون يعني شوف اللفظ يعني ريت مثلا إيه حنعترض عليهم هم هيعملوا مظاهرات إحنا هنعملوا مظاهرات لا سيصحقون كلمة فعلا يعني تزلزل الواحد هذه هي طريقة التفكير وهذه طريقة تفكير الخوارج ما هو الخوارج إيه ده الخوارج كانوا متدينين جدا متدينين جدا يعني كانوا يعني بقول لك يعني قراءة في القرآن وقيم للوصيام وأتلوا سيدنا عثمان وهو صائم أتلوا سيدنا علي ما هم دول الخوارج واخد لبال حدثك فلا غرابة لأن هؤلاء القوم هم امتداد لمين للخوارج امتداد للحشاشين امتداد للقرامطة ويستخدموا طول الوقت زي تفضل أستاذتنا مش جاي الموضوع من دماغهم لا ده فيه استخدام إيه اللي يخلي بريطانيا العظمى المحتلة للدولة المصرية يجي البرون البرون مدير شركة قناة السويس اللي شابه عمره 22 سنة مغمور حدش يعرفه كان في جماعة الشبار المسلمين آه ويروح يديله 500 جنيه حاضرك بتقول 5 جنيه العدد الأول العدد الأول لمجلة روزا اليوسف 26 أكتوبر متكلف كم يا فن 5 جنيه ملمومين كمان ما كانوش مع السيدة روزا اليوسف كان السيدة روزا اليوسف وكانت على قوت متات السيدة روزا اليوسف والأستاذ محمد التابع لمه الخمسة جنيه فلا يصير ذلك علامات استفهام يعني المدير بهذا القدر من المنصب والمسئولية وأجهزة المخابرات معها والمحتل يدي شاب مغمور 500 جنيه ليه الوجه الله والوطن ولا عشان فيه مقرب بتخطط ليه الدولة البريطانية وهو ضرب الحركة الوطنية في مقتل بعد قيام ثورة 19 ويؤكد ذلك أول ضحايا عن نظام الخاص واحد من قيادات ثورة 19 وأحد الناس اللي حكم عليهم في محكمة عسكرية بالإعدام رئيس الوزراء أحمد ماهر باشا وكان شخصية وطنية أول واحد قتله النظام الخاص وكانت الحجة إيه على الصونيز الانتخابات في دايرة فزور الانتخابات لصالحه وليكن ده لو افترضنا يعني يزور الانتخابات في روح تقتله في الجولة التانية للنقاش طيب حيقب من حركة تعقب في أقل من دقيقة آه أقل من دقيقة خلاص وفريدة هانم حاضر حيقب من حركة تعقب طيب لديس لديك عايز تعقب ولا عايزة كلمة فريدة هانم تتكلم عايزة عقب على حاجة الحاجة قالها أستاذ أحمد الخطيب لما قال كل مرة الإخوان بيرجعوا أقوى فأنا بقوله أنه إحنا قبل تلاتين استطورت تلاتين يونيو كانوا هما في قمة الدولة وبعد كده يجوا أقوى من إيه يعني كانوا هما الرئيس والوزير الدفاع وجهت نظر أستاذ أحمد زي ما وصلتني أنه هي جماعة تعيد تكوين نفسها على مدار عمر انتظاراً للحظة يعقدون فيها صفقة بس أنا رأي أنا رأي إنه مفيش مش ممكن يرجعوا تاني أهو حاقة الصد إيه؟ حاقة الصد كنا مصر حاقة الصد آه حاقة الصد إحنا مش كنا زي 11 11 كده مثلاً يعني دي حاجة الحاجة التانية الأستاذ قال رفع السلاح المسيحيين ضد زي الكاتوليك والبروتستان تشوف كم قاعدوا قد إيه وكان فيه الحرب المئة سنة يعني بس اللي أنا عايز أقوله اللي عندي خناعة كده بتاعت الجماهير الترسو العادية إن الإخوان المجتمين أعداء للإسلام طبعاً لأنه لما تيجي تأخذ واحد هم اللي شويوا صورة الإسلام وتقوله الله أكبر وتتبحه يعني يعني ربنا واحد ينزف قدامك وتشربه مية نار القرآن دا دين إيه دا؟ دا دين إيه دا؟ دا دين إزاي؟ عشان عشان ناس تكره الدين بدليل أنا عندي حادثة عشتها في باريس لما رحت كنت رايحة أعمل فحص طب يعني وروحت اديت للراجل الباسبور فبصيلي كده وضحك قلت له إيه بتضحك ليه؟ في حاجة ضحك يعني؟ قال لي لأ أصليك ما تديش سنك وقلت له نرسيه وبتاع يعني باتحك في الأول وكان نوع من الهابل كده قلت له الله أكبر عملت له كده لقيت كل اللي حوالي في المطار ولا لا ولا لا فابيا 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 فأنت هتعمل إيه عداء للإسلام أكتر من كده يعني وبعدين ربنا قال إيه؟ لاته برضو انت هفادي من تتكباري فوش لاجه كده في فرنسا يعني ما خفت بقى خفت فقالك ربنا قال فمن شاقف اليؤمن ومن شاقف اليكفر هما منهمش دعوة أنا النهاردة مثلا يعني لما جيه قالولي في إزاعة منتكره تفوتي سلمان رجلي في نشرتك قلت لهم لأ وترفدت بعدها أنا طلبت من حد دي بنحسن حزن عش حركت بيبعان معلش بس أنا اللي بقوله إيه؟ إن بقينا الوقتي مظاهر أنا شوف شكلي مسلم أنا لابس مش عارف إيه أنا ده أكتر حاجة ضد الإسلام وبعدين الإسلام اللي يقولي طز في مصر ولي في مصر أنا ما همينيش واحد من يدي حقوقه إلا أستاذة فريدة هنا بتشير لحوار أجرا مرشد الجماعة الإرهابية الأسبق مهدي عاكف أيوة مع الأستاذ الصحف الكبير الأستاذ سعيد شعيب واللي متواجد حاليا في الخارج ففرصة نوجه التحية لأستاذ سعيد فروزة اليوسف فهو كان عمله لجريدة القرامة وقتها ولم ينشر في القرامة ونشر في جريدة روزة اليوسف وقتها كان رئيس تحرير الأستاذ عبدالله كمال وتقريبا كمان كان الأستاذ نبيل عمر وقتها معانا كمان في روزة اليوسف اللي هو العمل صاحب فكرة مثلاً أطلع من الوطن مجدي عقوب اللي هو يعني مبجل في العالم كله ناخرج من الوطن المدرسين اللي دارسونا في المدارس والدكاترة اللي علجونا المدرسين في كل اللي تعلموا في مدارس الرهبان والرهبات ولأ لما إحنا بنقف على الجبهة كلنا كمصريين يعني بيجي بيجي الإسرائيل يقول وقف القبط هنا والمجتم هنا لأ إحنا أكتر حاجة مرعبة هي تفتيت وحدتنا عشان كده دايماً الرئيس يقول إيه قوتنا في وحدتنا فإحنا عايزين كده طيب أستاذ حضرتك بس أستاذ حضرتك عشان لازم هطلع بفاصل لازم أخد تعقيد من الأستاذ نبيل طيب وأنا في حرج لأن حضرتك وقسات ذاتي ممكن تسمعيلي بس أنا إيه بتقول أنا حرج لحضرتكم أستاذي يعني أستاذي فحرج من مقاطعتكم لما كلمتين بساطة أو حوال بالنسبة للتوزيق أنا عايز أفرق بين حاجتين بين القيادة وبين مئات الألاف من المغيبين أو المتحوق عليهم أنا عندي مستوى قيادة دول وعيين أو ما بيعملوا إيه يعني فيه توزيف على مستوين القيادة بتتوظف عند الخارج وعند أصحاب المصالح لوليا وعارفين يسيطروا على المجموعة الصغيرة وأنا بحكم بقى أن أنا أعرف عشرات منهم هنا وهنا وتعاملت نعم فيس تو فيس وحوارات لسنوات طويلة مش يعني مش قريات بس وبالتالي لا أنا قابلت ناس مؤمنين بفقرة إيمان حقيقي وبالتالي المشكلة في الجزء ده الجزء اللي تحت اللي هو البريء الأشرار الأبرياء إذا كان زلز التعبير اللي هم مش قيادات و لكن دول وعيين لأنه بيبحثوا عن القيادة والزعامة والصروة والنفوذ والسلطة عن طريق توظيفهم عند الآخر الحاجة الثانية عشان كده لازم يفرق وإحنا بنتعامل معهم في الحاجتين دول الحاجة الثانية فكرة أنهم مقاسمين و وأنهم في أضعف حالتهم لو خدناها على علتها لأننا هل رأيك تقصد اللي فاهمه من سيادتك دلوقتي لا نستكين مش نستكينه بس لا نستكينه حالة التخرز مراه إذا كان هم مغرمين بفكرة التوظيف طب ما أنا ممكن طب ما التوظيف الانقسام ممكن يكون وظيفة أيضا يعني لنعمل توصيف وظيفة هو اللي قاله الأستاذ أحمد اللي قاله الأستاذ أحمد هو بيوصف أنا مش ضد أنا مش ضد أنا بمناسبة أنا بس عايزة هو بيوصف كيف نتعامل أنا كيف نتعامل كيف نتعامل بقى نخليها بعد الفاصل ندول بقى بالنسبة لنا نخليها نخليها نصمها متأسمة نخليها نخليها بعد الفاصل نخليها بعد الفاصل وانا استكمل النقاش اهلا بحضراتكم من جديد وانا استكمل النقاش في كلام في السياسة وحلقتنا عن التنظيم الدولي للجماعة الارهابية احنا بنعمل في الحلقة دي اذا جاز التعبير تفكيك فكري لهذا التنظيم الدولي بس قبل اي حاجة لازم نحيي كل جالياتنا المصرية في الخارج المشاهد المبهجة اللي حضراتكم شفتوها دلوقتي تحية لكل مصري متمسك بعلم بلده بيهتف باسم بلده حريص على بلده داخل مصر وخارج مصر والمصري في الخارج بيبقى الاحساس عنده مضاعف يعني زميلنا اهو زميلنا بدوا يلعبوا الصور ده في انهي بلد دي باريس دي باريس اه دي باريس النهاردة وانبرح شفنا جينيف بجوار مقر الأمم التحدة في جينيف وقبلها نيويورك وقبلها فرانكفورت وقتينا وقتينا طبعا تتفرج علينا كويس استاذة فريدة انا على طول انا خلاص دلوقتي بقيت بين القاهرة واااا واكسترا واكسترا طيب خلاص طبعا فمجد فتحية لكل مصري اخد ابنه وعرفه ايمة العالم لان احنا من غير العالم ده كلنا بلا قيمة نرجع للأستاذ احمد الخطيب وكمان برحب بديوفنا اللي وصلوا متأخر شباب كلية الاعلام جامعة القاهرة اللي اتضموا لينا في استوديو كلام في السياسة استاذ احمد ماذا يريد الاخوان من مصر احنا كلمنا عن التاريخ احنا نتكلم عن الحضر يعني شعب رفضهم تلت تلاف شهيد واكتر هم عايزين من مصر ايه مصر هي درة التاج بالنسبة لتنظيم الاخوان المولد وان شاء الله الوفاء سريعا اقدر اقولك ببساطة شديد جدا مصر لأول مرة لأول مرة منذ نشأة التنظيم لا يوجد في مصر تنظيم الاخوان المصري لا يوجد 2019 التاريخ 2016 منذ 2016 لا يوجد تنظيم لا توجد قواعد لا توجد لقاءات لا توجد تجمعات لا توجد التواصل وده تاريخ مهم جدا ذكره ان مصر لا يوجد بها تنظيم للاخوان لأول مرة منذ 1928 يحسب لدولة 30 يونيو يحسب للرئيس عبدالفتاح السيسي ومؤسساته ان تنهي وجود تنظيم للاخوان في مصر التنظيم موجود في الخارج التنظيم موجود في تنظيم الدولي فاعل الان يستعد لعادة الكرة في منطقة الشرق الاوسط مرة اخرى الحديث عن وجود انه تصدير مرة اخرى ما يسمى بسورات الربيع العربي مرة اخرى منطقة الشرق الاوسط لدول بعينها مرة اخرى الحاصل في مصر الان الوعي مرتفع ودي اكبر ضمانة لعدم عودة الاخوان مرة اخرى اكبر ضمانة مؤسسة الدولة تعمل بشكل مهم جدا قدرت على التنظيم الاعلام يلعب دورا في فكرة ارتفاع نسبة الوعي التذكير بجراءة من الاخوان التذكير بان هذا التنظيم خليني خليني اقول لحضرتك حاجة ودي يمكن كان الاحاديث السنائية كنا تطرقنا يمكن لها في التمن سنين اللي فاتوا كان في طيار وللأسف الطيار ده موجود في الوسط الثقافي الوسط الصحفي سميه زي ما تسميه كان دايما يمين لفكرة نحتفل بتلاتين ستة وما نحتفلش بتلاتة سبعة والموضوع ده أنا كتبته صحيح في جريدتكم الموقرة في الوطن من حوالي خمس سنين صحيح انتبهوا لهذا الفخت صحيح فكرة ايه الزاكرة ان مش كل حاجة تقول لنا الاخوان اللعبة دي دي اللعبة انا يعني احييك انك انت اقشرت اليها سيد احمد اللعبة اللي بتدور حاليا انه بيضع التنظيم امامه مجموعة من المتاريس بالضبط عشان متوصلش للتنظيم نفسه هو يريد ان يكون التنظيم بمنأة عن فكرة الاسهداف الاسهداف من الشعب المصري الاسهداف من المراقبين والبحثين الاسهداف من فكرة كشف عوارد التنظيم وسرقاته وجرائمه المنتشرة في العالم كله او يستنزفون في معركة مع نفاياتهم الاعلامية لا انا مش هطلع ارد عليك انا برد على اللي مش هغالك ده كلام مظبوط مية في المية المتاريس اللي هي نفايات اعلامية المتاريس في انه ان يكون هناك سواتر تحول دون الحديث عن التنظيم ومراقبته وكشف فساده وكشف وعملته وكشف عمليات توظيفه واستخدامه في تخريب دول وتفجيرها من الداخل وعمل القتل والتخريب في كل الدول في الشرق الاوسط ده كان هدف احنا انتبهنا اليه اخيرا يعني تم الانتباه اليه اخيرا لانه يعني حتى في الفترة الاخيرة تم انشاء قناتين للاخوان يعني الاسبوع الاسبوع الماضية ده كان بهدف انك انت تبعد عن فكرة التنظيم لانه التنظيم طول ما التنظيم موجود بالمناسبة انا زيما كما ذكرته انفا لا يوجد تنظيم في مصر لكن التنظيم الدولي والتنظيم في الخارج حتى يكون التنظيم فاعل وموجود ويتم استخدامه من حلة اخر اه فلازم يعني كده ماشي ماشي ليك حضراتك تعقيد حضراتك تعقيد حضراتك تعقيد حضراتك تعقيد ان يكون الاخوان في مرمل هذا في طول الوقت هذا التنظيم ده خرب دول يعني يعني دول بالكامل انهاها دول بالكامل وما خربش مصر وخرب مصر لو لا انه في مصر مؤسسات قوية استطاعت في وقت بتحديدا مش بس مش بكلم بس على لحظة الزروة اللي هي خلاص البلد كانت على المحك على لحظة الانهيار قبل ثلاثة سبعة صحيح لا انا بكلم على الثمانين سنة اللي خربوا فيها كل حاجة المصر اللي خربوا فيها الشخصية نفسها لو لا وجود تنظيم الاخوان الوجود تنظيم الاخوان مع الحروب اللي خدتها مصر وزيادة السكنية ثلاثة اسباب الاسباب الرئيسية وجود تيار الاسلام السياسي في مصر الحروب التي خدتها الدولة المصرية الزيادة السكنية الزيادة السكنية ثلاثة اسباب كانوا سبب في أن الدولة المصرية لا تتبوأ مقعدها الحقيقي أنه مصر متأخرة جدا بتخريب الشخصية المصرية ببس أفكار الفرقة والكذب والعنف والإرهاب وتوظيف الدين والكرهية واللعب في الشخصية المصرية فعلا واللعب في الهوية المصرية لأ وجود تيار الإسلام السياسي وعلى رأس وتنظيم الإخوان كان أحد أسباب تقهقر الدولة المصرية وتأخرها وده انكشف بجلاء في 2011 لو لا أنه فيه قرار سياسي أصيل وواضح وجلي وصريح في 36 لو لا أن الإخوان كانوا ما زالوا قبعين في مصر اللي أنا عايز أقوله يعني اللي عايز أقوله بشكل واضح أن وجود تنظيم الإخوان في مصر وواجب علينا واجب على الكل على كل النخب الثقافية والبحثية والإعلامية وكل مؤسسة الدولة أن تجاب هذا التنظيم طوال الوقت طوال الوقت حتى لا ننسى ده 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 أنا شايفه السؤال اللي تسألته من شوية ما السبيل السبيل هو الوعي العام ولا بد أن يكون الدولة حاضرة والشعب حاضر طول الوقت لمجابة هذا التنظيم طبعا أستاذ أحمد كان فيه تعقيم ما حاضرك لك تعقيم بس أستاذ أحمد الحوار الوطني حوار الوطني عامل يعني أكتر من أزمة للإخوان طب يا سيدي مش إحنا عدائك مش إحنا إنت للنهار بتتهننا بالفشل طب يا سيدي ما تسيبنا تفشل لو إنت شايفنا إحنا فشلين ما تسيبنا نفشل إيه أزمتهم مع الحوار الوطني جزء استجبال ألس أحمد خوالين يعني طي إذا أنا بتكلم عن وضع استراتيجي لمواجهة هذا الطيار وغيره من الطيارات الأخرى اللي خرجت من جمعة الإخوان المسلمين في لحظة اللحظات إيه اللي مقفوض يتعمل يعني أنا واحد من الناس شايف على المستوى بعض المبادرات إنها كريمة واحدة من المبادرات اللي شايفها هي ألية مواجهة إنها جففة منابة مبارك انسحبت من مجال العالم انسحبت من الخدمات فظهرت المكربصات فظهرت التكاتب فظهرت الجامعات الخيرية اللي تابع الجامعات الإخوان المسلمين اللي بتقدم التعليم فظهرت المستوصفات اللي تابع الإخوان اللي بتقدم الصحة يبقى عندي منظومة النقل إخوان المسلمين صحة إخوان المسلمين تعليم إخوان المسلمين الدولة غايبة وكي لشكده ليه حياة كريمة شوية مميزة عندي في مراحل التبكين لإخوان المسلمين في مرحلة التأسيس أو مرحلة التلمساني أو مرحلة التأسيس الثانية هي في مراحل مرت بها للمرحلة الأخيرة هي اللي غيرت جزء من الشخصية المصرية ولعبت في هذا الأمر أنها تمكنت من القاعدة من البنية التحتية مش بس فكرة التواجد على مستوى السلطة والصراعات مع النقراش باشا أو مع حكومة الوفد أو غيره دي مصارات سياسية أو حتى مع نظام يوليو وضباطه لكن الجزء الحقيقي أو التمكين الحقيقي اللي حصل هو حصل ما بعد الانفتاح ليه الانفتاح اللي حصل في عدة السلات؟ أن بدأت الدولة تتراجع عن تقديم خدمات أعطت الفرصة واللي استغلالها هو جامعة الإخوة المسلمين بشكل جيد لذلك المبادرة دي بالذات هي واحدة من المبادرات المميزة بالنسبة لأنها تساعد على حل هذه الأجوة الجزء الآخر أن جزء من آليات الاستكتاب والتجميد سواء للإخوان أو للجري الإخوان أو حتى لداعش هو جزء منهم طبعاً كل واحد لا دي فكرة لجب أن تجابها وتحارب تقسيم الإخوان إلى معتدل ومتطرف دي فكرة غير صحيحة بالمرة التنظيم وتيار الإسلام السياسي واحد الوجوه مختلفة لكن الفكرة واحدة والأعضاء والأعضف واحد حضراك حيباليك تعقيد حضراك حيباليك تعقيد فضل أستاذ أحمد كامل وجهة نظر جماعة الإخوان المسلمين هي جماعة نمط معيشة أكثر منه نمط فكري بمعنى الإخوان المسلمين بيشكلوا منظومات اقتصادية في التعيين الأبناء والزواج والمصهرة الجانب الفكري عند جماعة الإخوان المسلمين هي أضعف جماعة عندها جانب فكري أصلاً وفكرة التوظيف الديني الحرامي بيوظف ديني يعني بيجي يسرق الحرامي وعز دمائري فإن وعز دمائري؟ إن أنا باخد منغاني أو ما عبشي أو أنا جعان أو أنا عند أطفال برضو نفس الإخوان المسلمين أما بيحصل عملية الاستقطاب لشباب هو بيغلفوا بآلية دينية لكن هو في الأصل هو ترابط هو نمط معايشة هو أسر هو أسر تمام؟ هو أسر في الهيكل بتاعه في بعض التنظيمات الأخرى الإرهابية لديها أدبيات فكري لذلك آليات المواجهة يعني ما حدث من الدولة المصرية إذا حضرتك تقصد مواجهش الدوائش بطريقة مواجهتي للإخوان صحيح صح كده؟ اللي هو أحمد رأفط أما عمل المبادرة العظيمة في المراجعات هو عملها مراجعات وجاب صفات وودهم لجاملة الأزهر خرد دورة 6 شهر واتكلم على جانب فكري وطالح حاجة ده ما يبعشوا يا إخوان أكمل حالك تسمح لي حاجة يا أستاذ أحمد أتفضل يعني لحد 2011 كنا كلنا بنشيد بما قام به السابق بعد 2011 وبعد ما الناس دي اتمكنت طلعا أن الموضوع كان إيه؟ تكتيج تقية على الجماعة الإسلامية؟ تقية استخدموها كده وقتها ولا حصلت هما راجعوا نفسهم ولا أقيا حاجة ما فعله مصطفى رفعت اسم كودي اللي هو أحمد رأفط ما فعله أنقذ هذه الدولة المصرية من كارثة إزاي بقى؟ جماعة الإسلامية في أقل تقدير لها كان حوالي 25 ألف ما انضم من الجماعة الإسلامية ما انضم من الجماعة الإسلامية بعد المراجعات على صف الإخوان أو راحوا سوريا بالأسماء لا يتتجاوزوا ال135 واحد تخيل بقى في حالة انهيار الدولة المصرية والإفراج عن الـ 25 ألف خلاص؟ كان إيه حصل في الدولة المصرية؟ ما حدث عش كده أنا شايف أن واحدة من أعظم التجربة لذلك جنسته في 2011 كانت جنازة حقيقية جنازة بالفعل فيها تقدير من اللي حصل معهم من المراجعات أو من الدولة أو من المعارضة أو من السلطة أن هذا الرجل رحمة الله عليه فعل شيء جديد طب ليه ده حصل أو ينفع يحصل مع الجماعة الإسلامية ونجح ولا يمكن أن ينجح مع الإخوان أن الجزء هنا أن الإخوان أنت أخذت السؤال منها على الثاني فأتفضل لا يمكن يحصل مع الإخوان ليه؟ لا مراجعة لا مصالحة الحديث طبع المصالحة والمصالحة سياسية لا مراجعة ولا مصالحة المراجعة لا شعبية ولد طبع صيب طبع أنا بكلم على بعيد عن أن الفكرة المصالحات السياسية الحدث في التاريخ في الحزن الحوان ليه على المستوى الشعبي وعلى المستوى المراجعات الفكرية ما فيش في هذا الأصل لا يمكن إنجح تجربة أحمد رأفات مرة أخرى أن الإخوان هي مؤسسة أيمة على التوظيف زي ما تفضل للزملاء وعلى الترابط الاقتصادي وغيره طبع فكرة الحوار الوطني عشان اللي حالك طرحته جزء من قليلة المواجهة هو الحوار الوطني ما يحدث من أنا عندي مصارين لعملية تحقيق الأهداف أنا واحد من الناس بطلق على نفسي أنا ابن جيد يناير وأفتخر طب ليه الحوار الوطني أنا مؤمن بي إن فيه مصارين في آلات التغيير فيه مصير مصير ريديكالي خلاص وفيه مصير ما يسمى إصلاح مصير إصلاح وبالنقاط أنا في المربع إي إذا أنا في المربع إي وهنتقل من المربع إي أن يحدث حوار داخلي ببين القوى المدنية الوطنية داخل هذه الدولة تصل باتفاق من كل مكوناتها سواء سلطة أو معرفة بالانتقال من المربع هو مجرد جلوزهم في حد ذاته مكسر حد ذاته صحيح لذلك جزء حتى من قليلة المواجهة أن يكون هناك حوار داخلي ذاتي ببين الجماعة الوطنية المدنية جزء من مواجهة الإخوان وعدم الاستنساق على نهج الرفاة والعدالة والتنمية في تركيا ونجم الدين أربيكان ورجل طيب أردوغان هذه التجارب تتعامل فروع بقى كتير بقى ونقعد في الدوائر دي كتير هو انضاج الحالة المدنية الوطنية المصرية وأن يكون هناك مراحل الانتقال وخارج الطريق متفق عليها من المجتمع لذلك الضربات اللي بتوجه لهذه الحالة الحوارية التي تحدث الآن مما يسمى بالحوار الوطني في حد ذاته أنا فهمها وفهمها من إخوان المسلمين أن جزء من إضعاف الحالة إذا خرجت المخرجات عشان كده أنا مثلا إيه مستعجل أن يبدأ الجلسات شوية أن الموضوع أطام أكتر من اللازم إذا أنا خرجت في مارس الجاي ولقيت هناك منتج منتج أن أنا عندي في اللجنة التشريعية بتطلع قوانين لها علاقة بالانتخابات بتطلع قوانين لها علاقة بالحزاب السياسية بتطلع قوانين لها علاقة بالجماعات والتحاول ديكو بالإعلام بالصحافة فيه انفتاح فيه مجال نقطة لقدام وخرجت هذا الأمر وتم تنفيذه الحديث حواليه التوظيف من الخارج من أخوان المسلمين اللي هو قيم على الجزئين توظيف لحالة الغضب أو لحالات معارضة أو غيره أو تعتيم الصورة السياسية في الداخل خلاص فبيوظفها لصالحه أو التوظيف على المصاري الاقتصادي عشان كده 11-11 هي مرتبطة أكتر بالوضع الاقتصادي 11-11-2016 عندما أجه الأخوان تحت مصمص صورة الغلابة صورة الغلابة هي جاءت بعد التحرير المباشرة فاختيار الوقت هو مقصود به أكتر حتى ربطه بمؤتمر المناخ أو الوضع الدولي فيها لكن هو حالة محاولة التوظيف الوضع الاقتصادي بقدر الإمكان فيه إنه أنا أعتقد الآن أن جماعة الأخوان المسلمين انتقرت من مراحل فهم الطبقة الوسطى أو استغلالها أو توظيفها لإنحيازه إنه زي ما أتكلم بأستاذ أحمد والأساس الأفاضل حوالين فكرة الوعي والتشكيل عند الطبقة الوسطى والطبقة العليا لمحاولة توظيف جوء البطول فتوقف العقول فمحاولة توظيف الطبقات الفقيرة أكتر من التوظيف في الطبقات الوسطى لذلك ليه كان جزء مني ما حدث في 11-11-16 سيحدث في 11-11-20-22 ما فيش حاجة تحصل إن الآن الآلية حوالين المحرك أو الفاعل أو الدينمو هو لديهم قدرة على سرع التغيير أو عندهم قدرة في المطالب وأي حد عاقل وواعي الآن بما فيه من يعارض السلطة يرى أن جزء من الأزمات التي يمكن أن تهدد بنيت الدولة مش بنيت السلطة بنيت الدولة الوطنية المصرية حالك شكرا لمرحلة من النضغ إن إحنا بقينا نعرف يعني إيه الدولة ونعرف يعني إيه الإدارة السياسية نعرف يعني إيه الحكومة لأن من 10-11 سنة كان في عمى ألوان في المنطقة دي والخوف لا التبعيد على 25 يناير إن لها مطالب أخرى وصنحها كان فيه حاجة من النخبة والمثقفين والقوال المدنية وكتاب وهناك أمور عديدة متعددة لكن ما يحدث الآن الخطر الحقيقي الذي يمكن أن يحدث في حالة حراق على الأرض مدعوم من الخارج هو الشعبوي لازم أخرب فاصل معلش كيف أخبر فاصل إجباري ما أقدرش أخر حيطة والله الخطر الحقيقي هو الشعبوي الشعبويين ما بيصنعونش صورات الشعبويين بيصنعوا فوضى والحديث من الخارج حوالين دعوات الخروج هو بيستهدف الشعبوية التي يمكن أن تهدد المواطن بأنه يستهدف أحداث الفوضى طيب نخرج فاصل ونستكمل النقاش أهلا بحضراتكم من جديد وآخر جوالات النقاش وأخدنا ما تيسر من أسئلة الشباب اللي مواردنا طلبت كلية الإعلام السؤال للأستاذ إهاب عمر من الأستاذ محمد سمير أستاذ محمد سنكام فرقة تانية كلية إعلام ما هو تأثير الإخوان في حروب الجيل الرابع طب أنا كنت أتمنى جابعي السؤال بس فيه تعقيم لا يمكن أتجاهله لأنها حقيقة حقيقة وليس ترائي وتاريخ وليس تحليل ماذا الذي أنقذ مصر من إرهاب التسعينات هي بطولات الشرطة المصرية هو جهاز أمن الدولة المصري الإخوان أو الجماعة الإسلامية أو جماعة الجهاد قعدوا على موضوع المراجعات بعد أن هزموا أمام الداخلية المصرية ودليل أنه في 2011 لما توهموا أن الداخلية المصرية كسرت أو انكسرت 90% منهم قلب على هزيم مراجعات فبالتالي المراجعات لم تكن هي التي أنقذت أولا ولكن كانت نتيجة هزمتهم زي أي حد بيت هزم فبيحاول أنه هو يلجأ لمعاهدة لحماية جابتك على السؤال تمام الجيل الرابع بشكلة أو بآخر من الحروب عشان أنا أحب أبسط هذا المصطلح للأسف أبتزل كثيرا وأستخدم كثيرا في غير محله هو حرب بالوكالة ولكن هذه المرة الحرب جاية من جوه من عناصر محلية داعمة هو بيحولك أنت عن طريق برمجة فكرية ونفسية وعصبية وحتى اجتماعي في بعض الأحيان أن أنت اللي تكون جيش داخلي محلي ضد بلدك دور الإعلام أو دور والسؤال كان دور المذكفين لا دور بلعبوا الجماعة الإرهابية في حروب الجير الإرهاب طبعا هم من الأساس لأن في كتاب مهم جدا لأستاذة فرانسيس سكونز دي مؤرخة أمريكية اسمه استئجار النغبة استئجار النغبة استئجار النغبة الحرب الباردة الثقافية الفكرة أن أنت عشان خاطب تضرب بلد لازم تضرب النغبة بتاعتها من الداخل الإخوان كانوا وكيل لهذه المؤامرة دايما الظاهير المدني للإخوان كان دايما من المثقفين نرجع لسؤال حضرتك الأولاني بعض المثقفين طبعا وبعض الصحفيين وبعض الألمين الإخوان قعدوا حوالي أربعين سنة من السبعينات لألفين وطلعت عشر بيحاول يقتحموا أو يسيطروا على هذه القطاعات القطاع الأكاديمي القطاع الفكري حتى في وضع أحياني الفن الغلط من كده هو تأميم ومصادرة القوى النعيمة المصرية لصالح الحرب الحروب الجيلة الرابعة يعني يؤكد كلامك دون ذكر الصحيفة لأنها صحيفة كبرى في التمانينات كانت بتروج بشركات توظيف الأموال على حساب البنوك الوطنين لا إحنا في واقع الأمر يا جماعة عندنا مشكلة خطيرة إن اختراك تنظيم الإخوان ليه الصحافة والإعلام والجامعات وأي طبقة يعني بيتم استخدامها النخبة في وضع لحد 2013 لهم الغلبة كان الصوت الوطني هو أقلية في هذه القطاعات وحضرتك تأكسر دراية مني في هذا الأمر فبالتالي فبالتالي لا بصراحة أنا بكلمك بصراحة لا معلش أنت النهاردة اليسار المصري بالنسبة 99% كان في حضن الإخوان لا أخوة ثانية واحدة للمقاطعة ثانية واحدة للمقاطعة ثانية واحدة للمقاطعة لا إحنا كنا بنخلق خارج سياق الحلق تفضل طيب هنرجع تاني لموضوع الإخوان وحروب الجيل الرابع في نهاية المطاف يا جماعة إحنا أرفنا نعمل هجمة مرتدة في حرب الوعي في حرب الفكر ولكن إحنا محتاجين مشروع وطني للدولة في حرب الأفكار محتاجين مرجعية فكرية وطنية قومية تبقى فيها بنود محددة وواضحة الأمور العامة اللي بقالها 100 سنة في أمور تتعلق بالفكر والتاريخ لازم تتحسم ولازم يبقى عندنا مشروع فكري ووطني وثقافي مشروع ثقافية وصريح خب بالحضرتك لوزارة الثقافة المصرية المركز القومي للترجمة كتاب مارك كورت سيلا أنا اتكلمت عنه تواطق بريطانيا مع إسلام وصولي ده اسم الكتاب مركز القومي للترجمة طلعه في يناير 2013 وقت ما الإخوان كانوا رأس السلطة في مصر عشان برضو منتكلم المثقف المصري لما يتحرك صح عمل إيه تمام الساز إسلام الكتابني أقول إسلام بس لا 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 إزاي لطا لا أقول لا أقول إزاي إزاي السلطة إسلام السؤال من الأستاذ عبد الرحمن ومش مكمل أعلم بيه أستاذ عبد الرحمن بيقول كيف يكون للشعب المصري الوعي الكافي لمحاربة مثل هذه التنظيمات الإرهابية تمام أولا بس التعقيب فكرة إن كل كل الجماعات خرجت من عباية الإخوان هذه حقيقة مؤكدة أضم صوته بصوت لستزحمة لا نقاش فيها حدي دليل بسيط خالص لما تم قتل أسامة بن لادن في مايو 2011 المخبرات الأمريكية عثرت على المذكرات الشخصية الخاصة بأسامة بن لادن وكتب بخط يده أنه ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين وأيمن الظواهير اعترف على أسامة بن لادن في تصوير فيديو مصول أن أسامة كان ينتمي وأستاذ أسامة بن لادن هو مؤلف آيات الرحمن في جهاد أفغان عبدالله عزام من قيادات الإخوان في فلسطين الذي ترك ما بين قسين الجهاد ممكن أستخدم حقي في حاجة بس هو حضواتكم وجهة نظر الأستاذ أحمد هو ما قالش أنهما مش من كلهم من مرجعية فكرية في الأصل واحد هو بيتكلم أسلوب المواجهة مع ده يختلف عن أسلوب المواجهة ده حاجة تاني أتكلم فيها أنا بس بس بأكد فيك صالح سرية كان تلميز ويتتلمز على دين زنب الغزال وهكذا الأمثلة كثيرة أنا كل آه أبو بكر البغدادي باعتراف يصف القرداء وأنه كان ينتمي إلى جماعة يعني أنت لو نبشت في كل القيادات اللي أنتاج الداعش والقعدة والجهاد والجماعة الجماعة الاسمية والجهاد كلهم خرجوا من هذه العباءة النحية نتفق مع الأستاذ أحمد فيها نحية الفكرية بيختلفوا في التكتيك طريق المواجهة في الوسائل والأدوات اللي بيستخدموها لكن الاستراتيجي واحد ده نقطة النقطة التانية تنظيمي الإخوان في مصر أي نعم أنه في أضعف أضعف حالاته وفي خريطة واضحة للأجهزة الأمنية بكل النقاط الضعف والتحرك وإلى آخر ولكن مذال مذال موجود عشان نكون صرحة مع عقوسنا مذال موجود ولكن في غاية في غاية سرية بيلتقوا بيبدوا يعملوا الأسر بتاعتهم ولكن على شكل محدود للغاية لأن أنت خلاص التنظيم شبه قضي عليه في مصر أختلف أنا مع الكلام ده ممكن الحركة لك تعقيد لك تعقيد لك تعقيد بس يكمل وجه لأنه زي ما احنا عارفين فيه الخارج احنا عارفين فيه تلت تلت فصائل وكل فصيل ويمكن أكثر فصيل ليه امتداد في الداخل فصيل محمود حسين يمكن فصيل إبراهيم مونير اللي حيتولى القيادة بعده سواء البحاري أو الإبياري أو محيز أي مكان دولة بالتنظيم الدولي اللي هو يعني ظاهرة صوتية أكتر منه وإن كان أنا أؤمن أنه موجود يعني فالفكرة أنه المذال ليهم امتداد بدليل اللي جان الإلكترونية مش بس شغالة من الخارج هم قاعدين ما بيعملوا الشغلانة من الفين سبعة شغالين على الحلقة لا لا بأكد بأكد لكنه هم قاعدين بقايا التنظيم قاعدين هنا شغلتهم من اللي جان الإلكترونية يعني بيعملوا الهاشتاجات بمشغالية على كلام حضرتك دلوان هذا أنا باخد نصيب يعني وافر من اللي جان نيجي بقا لفكرة كيفية المواجهة أو قبل أن نروح للأستاذة فريد طبعا الموضوع كبير يحتاج إلى خطة استراتيجية على المستوى القصير والمتوسط والبعيد قائمة على أنت نجحت في تحجيم التنظيم ده مهم جدا تعزيز على المكتسب والحاجة الأهم اللي هي الناحية الفكرية لابد من وضع خطة استراتيجية كاملة زي ما قلت مدى قصير ومتوسط والمدى البعيد إزاي أنت تواجه الأفكار تحسن الكيفية تحصين الفكر المصري آه بالزبط لابد بقى فيه خطة واضحة جدا والخطة دي مش قاصرة فقط على أنك أنت بتواجه بس النصوص والأفكار بتاعت الجماعة دي لذا أنت لابد بقى عندك برامج في التربية والتعليم برامج في الإعلام برامج في الثقافة برامج في الشباب والرياضة في كل الوزارات المعنية عشان أنا هعمل حاجتين حاجة وقاية لكل الأجيال اللي طلعوا تحصين لها من أي أفكار فيها تطرف وفكر وعنف وإلى آخره وعلاج إن جاز هذا المصطلح وإن كان طبعا فيه احتراس إن إحنا نحاول نعالج ما قد يعني نرى فيه بسيطا من الأمل إنه يتراجع عن هذه الأفكار لن نعدم الوسيلة إنه يمكن ربنا سبحانه وتعالى يهدي من يشاء لأنه لابد إن إحنا نشتغل على هذين المصارين المواجهة الفكرية مهمة جدا 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 ولابد إن إحنا فعلا نضع وعلى فكرة وأضمه سيط الأساسيات الكرام أين دول المشكلة إيه إن كل اللود على الدولة طب وأين منظمات المجتمع المدني أين النخبة أين الأحزاب أين أين أنا بشوف نغمة في بعض أنصار التهاري المدني إنه متعاطف مع الإخوان وخلينا صروحي يا أخوان بيقول لك أنا متعاطف سياسيين ودولة فصيل سياسي ودولة ظلم في النغمة دي موجودة لا لابد أن توضح موقفك أصحاب المبادئ لا يمسكون العصى من المنتصف لا لابد إن القوة فيك توضح للأستاذة فريدة هي من أصحاب المبادئ أستاذة فريدة ومعاش أي عصاية ما عايش ما فيه اللي ثاني هو العصاية اتفضلي الكلمة مع حضرتك قبل أنا عايزة أقول إنه أنا شايف أبوادر استرجاع الدور المصري في الوعي ونشر الوعي مثلاً المسلسلات بتاعة الإختيار المسلسلين طبعاً والفيلم بتاع الممر يعني فيه حاجات بترجع دلوقتي جزيرة غمام ده رسالته طبعاً في منتهى الروطي والنبل اللي إيه؟ جزيرة غمام جزيرة غمام فين أمي حاجة تراجع عليها مسلسل كان عظيم جداً مسلسل عظيم جداً أنا طبعاً بس هي الفكرة إنه الدولة كانت نسحها بيت عملياً وزي ما شفنا وثابت الميدان لمن يسموننا أنفسهم بالشيوخ يعني أنا بقول مثلاً هم إخوان المسلمين وإحنا كفار قريش إحنا هنا في مصر ما كناش مسلمين قبلهم يعني فالمفروض أن نرجع تاني نستعيد الوعي لأن الوعي في منتهى الهمية بالنسبة حتى لبناء دولتنا في المستقبل يعني أنا النهاردة شايفة إن كل الاهتمام بالدين الإستامي على حسب هم ما هم عايزين الشكل يعني أنا مثلاً حتى حاجة على رأسي أبقى كويسة قوي مش حتى حاجة على رأسي وزي ما قلتلك رفضت سلمان رشدي في نشرتي وترفدت بعدها هو وشيمون باراز ده مش مشكلة بقى انت كلب كفرة مش حتى حاجة على يا فد لا ترفدت أبقى يعني مش على ترفدت بس تتفضلت ما قلت على إيه؟ لا خلاص ده خلاص عدنا هو عدنا لا لا ما بعدين بعد فنات تحزف من يعني تحزف من المطبط لا رفضوني طب ده أنا عندي كتاب كتبة في كل حاجة وبالوسائق بس اللي أنا عايزة أقوله إن إحنا لازم يبقى عندنا الشجاعة إن لما حد يقول لي أنت كفرة أقوله أنت مش ربنا طبعاً الإيمان والكفر ده اللي بيحدده طبعاً يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور طبعاً فعايزين نرجع تاني الدور المصري أنا لما كنت بروح دولة عربية مثلاً كنت بروح العراق أيام الحرب العراقية الإيرانية أغطي كان وقت زعت رقفة الهجان ما فيش بني أدم ماشي في الشارع على فكرة الإختيار حقق نفس الحالة طبعاً جداً بس عشان كده في محاربة للفن الفن حرام الفنانة الفلانية تحجبت وتابت فلان الفلاني قالك بنتي ما تشتغلش على فكرة داخلين دلوقتي في موجة على الناس بتوع اليوتيوب والسوشيال ميديا انفلوينسر يعني في بعض الملاحظ اللي حضرك بتقوليها دي إنه مع ولا ضد لا يعني بيشتغلوا على نفس السياق اللي كانت عمل في بداية التسعينات بس مش عايزة تفرع عشان الحديث يطول في النقطة أنا بس اللي عايزة أقوله إن عايزة زي ما بدأت المتحدة بتقول وعملت الفيلمين دو المسلسلين بتوع الياختيار ما عرفش جزيرة آآ تمام لا يعني أدعو حضرتك لمشاهدتك إن شاء الله أشوفها لو قدرت يعني بس هي الفكرة نبتدي بقى نسترجع الدور المصري الريادي في الفن بتا لما كنت تروح أي دولة عربية تلاقي أغاني العبد الوهاب وعبد الحليم ومكرسوم وليلة مرد وشد يعني كده يعني دلوقتي لا محدش محدش بياخد مكان مصري أي حاجة يعني لا فن ولا غنى صعب إن حد ياخد مكان مصري لا مفيش محدش يعني ممكن يحربوا يلوينوا لكن حد ياخد مكان مصري دي لي صعب أبي لا هو مخدش مكان مصري بس مصري ما بقاش عندها مكان دلوقتي دلوقتي بتسترجع أنا بقول إن الوقتي صورة يونيو رجعت لمصر بترجع لمصر مكانها ومكانتها أنا ده اللي رأي فيه لأنه إن شاء الله إن شاء الله بالإعلام وإنت شفت أنت مجنن الجماعة بالخناب ما علنا منهم ما علنا منهم يعني أستاذ أحمد رجب رحمة الله عليه حط يعني المبدأ الواضح امدح بلدك ويشتموك ولا تشتم بلدك ويمدحوك بالزبط كبه أستاذ نبيلي أهم حاجة البيئة فكرة البيئة البيئة التي تجعل شخص ممكن أن يضحك عليه أو ينضم الجماعة أي أن كانت هذه الجماعة الدينية نازم في الغاية إذا يعني الإخوان ممكن يحافظوا على وجودهم إزاي أنت ظل البيئة ممكن التنظيم يختفي يبقى خفاء مواقق لكن البيئة نفسها ممكن تعيد هذا ممكن تفرز تفرز يعني لا نفس التنظيم يقعد ما فكرة موجودة والشكل موجود إن حد يجي ويستغلب نفس البيئة ويقعد التنظيم عشان نخلص من ده لازم البيئة نفسها البيئة الثقافية والفكرية للمجتمع المصري والمجتمعية نفسها والمجتمعية لازم 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 تتغير لازم أنت اتكلمت عن الفقر هل الفقر ممكن يبقى دافع أنا رأيي إن الفقر ما كانش يدافع أنا رأيي لأنا طبعا الفيت وعمال تحس فيه في السعيد ومشيت وراء الجماعات الإسلامية عدى حضراك عدى كمان كتاب فيما يخص التطور الجريمة المشكلة الإحساس بعدم العدالة فيه مشاعر إحساسي مع عدم العدالة ممكن يجعلني متطرفا حتى لو حتى لو ما كنتش فقيرا جدا يعني مش لازم يبقى ميت فاهم وجهة نظر حضرنا لأن فكرة بس ده برضو في الآخر ما يبقاش مبرر للأتل والإرهاب لا أنا شفت ده شفت مروح تصنبه شفتها صراحة بس ده لو هتكلم فيها زي كان الحادث فاركت كلم على حادثة لا مش حادثة أنا بكلم على إزاي ناس قالوا إيه أنا فاهم الحادثة لحدك على صغيرة الكتاب بتاع حضرتك فأنا فاهم الحادثة لحدك بتشير إليه فالقضية هنا جزء مهم جديد لازم أغير البيئة البيئة التي تسمح لهذا الفكر يعني أنا مستوعبش مثلا إن إحنا بنتكلم عن دولة مدنية وبنتكلم على جمهورية جديدة وبنتكلم على قفزة للأمام واكتشف إن العقل السلفي هو اللي سائل في المجتمع طب ما العقل السلفي ده بيئة مناسبة جدا إن أنا أخلق مثل هذه الجماعات بطريقة أو بأخرى فكرة إعادة بناء العقل المصري لأن أنا عندي أنا عندي انضربت في التعليم في جزء وانضربت في الثقافة في جزء وانضربت في الفن مش معديش فنانين في المفاهيم اللي كانت بتعامل عليها السينما والمسرح والكتاب والأغنية والآل السياق يعود آه أنا عايز السياق الآل السياق يعود ده المفاهيم دي اللي كانت بتشغل كل ده أنا عايزها مفاهيم فكرة بما إني بحلم بحلم بجمهورية جديدة يبقى بخلق بيئة لا يمكن أن يصعد فيها أو يظهر فيها فيروس مثل هذه البيئة نظيفة لا تسمح بهذا النوع من البيئة كلام حضرتك هي قراءة الجمهورية الأولى جيدا وما جرى في الجمهورية الأولى جيدا حتى لا تتقرر مع فجر الجمهورية الثانية آخر دي قبل الهوى الأستاذ أحمد الخطيب إذا حركت أنا معنى بالمواجهة كيفية المواجهة فيه خمس مسارات للمواجهة أول شيء أن يحضر القرار السياسي أن يكون القرار السياسي في مواجهة فيار الإسلام السياسي حاضرة طول الوقت لأنه بسبب غياب القرار السياسي بيخرج الإخوان مرة أخرى ويعودوا اتنين المواجهة الأمنية المواجهة الأمنية برضو جيدة وممتازة وقطعت شطا كبيرا ونجحت المواجهة الفكرية استدعاء الدولة للمؤسسات الفكرية لمواجهة التيار هذا الإسلام السياسي بها عوار شديد بها عوار شديد لم تحضر المؤسسات الفكرية ذات الطابع المواجهة لم تحضر حتى الآن المواجهة المسار المسار الثالث هو المسار الرابع المسار الرابع هو المسار الأهلي الأهلي اللي هو الشعبوي وهنا يا حضرني فيه فكرة مهمة جدا فكرة وجود تحالف وطني للتنموي طبعا هذا التحالف ده عظيم لأنه بيقوم مقام عظيم فيه هي واحدة متكاملة هتلاقي حياة كريمة التحالف الوطني التنموي هتلاقي مشروع عظيم زي إبداء هي كلها على واحدة أنا كنت أتمنى أن الحلقة دي يبقى وقتها أكثر الآخر مسار يا أحمد المواجهة التنموية اللي بتقوم بها الدولة اللي هو تنمية الشاملة لأن هي هي مسار مهم جدا لمسار القضاء على إلهاب بشكر حضراتك شكرا جزيلا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا الكاتبة الصحفية عضو مجلس النواب الأستاذ الفريدة الشباشي الكاتبة الصحفية الأستاذ نبيل عمر الكاتبة الصحفية الأستاذ أحمد الخطيب الكاتبة الصحفية والباحث أحمد كامل البحيري الكاتبة الصحفية والباحث الأستاذ إهاب عمر الكاتب والباحث في شؤون الإسلام السياسي الأستاذ إسلام الكتاتني وبشكر طبعا طلبة كلية الإعلام وكل الشكر لحضراتكم على طيب المتابعة الاتنين القادم الساعة سبعة المعادة الجديدة لكلام في السياسة نشوفكم على خير